بصي اسم البشمهندس عدد القاعي لازم يتوقف قدامه الحقيقة ويتوقف بكتير من التقدير والاحترام لأن هذا الرجل بعيداً بقى عن الجزئية المتعلقة بالمناصب خلينا نتكلم عليه على المستوى الشخصي والإنساني شخص محترم ودمة الخلق وعلاقته طيبة جداً 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 بالكل بالمعنى الحرفي وكلماته دايماً فيها إطراء وفيها مجملات لطيفة جداً للصغير قبل الكبير هذا الرجل الحقيقة يعني عودنا كمان على أن رأيه أو وجهة نظره في أي أمر من الأمور غير قابل للتغيير غير لو حد أقنعه لكن ما دون ذلك ودايماً عنده ثبات على المبدأ يعني غير تفصيلة كده هي تفصيلة في متى الأهمية الحقيقة فكرة أن هذا الرجل تحسه كده والكلام ده مش جديد الكلام ده من زمان تحسه أنه عايش بالأهلي وللأهلي يعني بسم الله ما شاء الله رحلة عطاء امتدت لأكتر من حوالي 50 سنة في النادي الأهلي تقريباً في كل المناصب طبعاً ذكريات معظم جماهير النادي الأهلي معه متعلقة به السفقات النجحة بل والعظيمة اللي كان عنده قدرة استثنائية دايماً على أنه هو يخلصها في جلسة واحدة غير أنه طبعاً اشتغل أكيد مع مجال استدارات كتيرة وكان دايماً بيقول أنا محسوب على الأهلي فقط أنا مش محسوب لا على مجلس إدارة ما ولا على اسم ما ضمن أسماء أعضاء مجلس الإدارة أنا محسوب على الأهلي وبس والحقيقة دي حاجة حقيقية مليون في المية حقيقة هذا الخبر أسعدنا كلنا لأن المشبهندس عدلي القيعي والنادي الأهلي رحلة عطاء متبادلة لا تنتهي وعشان كده الحقيقة فرحنا جداً كلنا بهذا القرار أول ما اسمعنا عنه بالأمس وطبعاً كل اللي احنا يعني قلناه ده يعتبر نقطة في بحر كلام كتير في سيرة ومسيرة المشبهندس عدلي القيعي